هذه الإنزيمات كما وصفت أنت ضئيلة جداً 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 ضئيلة شوف الشعر على ظهر يدك على فكرة من شعة الرأس الشعر على ظهر اليد من أصغر البناء في أجسامنا التي يمكن أن تنال بالبصر المجرد شوف هيك هي هذه الشعرة قطر الشعر القطر في قطر الشعرة يمكن أن يصطف ثلاثة آلاف إنزيم ما هذا؟ هل تقول لهذا هو إنزيم؟ الذي يعمل الشغل هذا كله هو هذا الإنزيم البخني أتكلم الآن وبأحدك لساني وبأحدك أي شيء وتفعله هو هذا الإنزيم بغير مستحيل كنت أتكلم ولا أي شيء ولا شوف أكون تشوفني ولا نعمل شيء نصير كأن نعمل شيء مثل هذا الخشب هذه التفاعلات الخلية حرارتها عموماً معتدلة إلى باردة والتفاعل لابد أن يكون في وسط أكثر حرارة لذلك التفاعلات تكون بطيئة وبطيئة جداً يقول لك لا هناك المسرعات وهي المعروفة الإنزيمات بعد أن يقول إنزيم الإنزيم هذه المسرعات هذه المعجلات اسمها الإنزيمات كما نقول نحن العرب هذه الإنزيمات ما هي بروتينات أيضاً عجيب من مصنوحات الخلية أيضاً هي بروتينات سلاسل متسلسلة يقولون كل مرات يعني بوليمرز منوميرز وبعدين تكون بولوميرز هو هذا بطبسيط مخل جداً جداً وما وظيفتها تستريع التفاعلات تستريع العجيب الآن أنه يحدث في الزمن الواحد ليس الثانية جزء من الثانية ألوف التفاعلات ليس عشراتها يتبه أكبر المصانع الآن تحدث فيها أحياناً أقل من عشرات أقل من عجل التفاعلات وتصنع لك أشياء عجيبة جداً جداً لا الخلية ألوف التفاعلات يعني أنا على فكرة تبدأ تستوعب مجرد وقفتي هذي هكذا أي حركة أقوم بها أنت وانت قاعد تطلع فيها عشان تشوفني أنت تصوب علي وعشان تشوف هذا نتيجة ما لا يعلمه إلا الله من التفاعلات ليش رأيك هذا هو العلم إحنا قاعدين هيك مثل الناس السرحين والتيهين والشردين ما عارفين شيء هذا ما بيتم لحالب يعني كيف بتم العلم يحاول أن يقول لك كيف يتم هذا تفتح عينك مجرد تفتحها قصة كبيرة هذه نهاية مشوار كبير جداً جداً تركز في الشيء وترى الشيء كيف يتم هذا مجلد عشان نشرح هذا تحتاج إلى مجلد كامل قصة أكبر مما تتخيل تخيل كلها تفاعلات جميل بس حتى التفاعلات بدهمي هذا واعي بعدين وين الحقل وين الوحي اللي رتب الأمور بهذه الطريقة لكي تعطي النتائج بهذه الطريقة ما هي البصير قاعد هنا انسى انسى لذلك اللي عنده فعلاً بصيرة وحس حقيقي وقدرة على رؤية ماذا؟ الغابة مش التوهان والضلال في مسارب الغابة يستطيع أن يلمس بالمحسوس العقل والوعي الساري في هذا الوجود وبنقول لي انه الانزيمات هذه روح التفاعلات الكيميائية بغير انزيمات انسى تقريباً ستكون الحياة نفس حياة مش حقيقة حياة نفس خيال حياة شيدو ظلال حياة أما الحياة النابضة بهذه الحركة بهذا العنفوان بهذا التضرع ثم بالوعي في الكائنات العليا وخاصة الإنسان لا هذا جزء منه مش كله احنا لسنا آليين نحن لسنا آليين انتبه جزء وجزء مهم لكن على كل حال جزء منه تفاعلات في أرقى وأعقد مستوى ومسارات عنصر مهم جداً لا يستغن عنه إطلاقاً هو ماذا؟ الانزيمات هذه أو الانزيمات هذه المعجلات هذه المحركات المسرعات جميل؟ ألوف التفاعلات كما قلنا تتم في جزء من الثانية كل واحد بظروفه كل واحد بشروطه من غير اختلاط ثم تشتغل معاً تتعاون لكي تحقق مساراً كل إنزيم أو كل إنزيم أيها الإخوة نستطيع أن نشبهه بقطعة البزر لماذا؟ لأن هناك مواد كيميائية مزيئات كيميائية ذرات حتى في الخلية يشتغل عليها يتوافق معها توافق قطع البزر مع بعضها البعض مصنوع بطريق ماذا قلنا بكوليمر؟ لكن هذا البوليمر في الأصل هو سلسلة طولية ثم تنثني لتأخذ شكلاً ثلاثي الأبعاد هذه طفرة عجيبة طبعاً تخدير إلهي ما في طفرة طفرة عجيبة في سلسلة في مسيرة الحياة في مسيرة الحياة حين انطوى هذا البوليمر أيها الإخوة وأخذ شكلاً ثلاثياً هنا الحياة قفزت قفزة رهيبة إلى الأمام طبعاً وإلى الأعلى لأنه بهذه الطريقة فعلاً يشبه قطعة البزر التي لا تركب إلا على إلا على جزيات كيميائية محددة تسمى بلغة الكيميائية الحيوية الركائز هذه الركائز الآن كل نتيجة التفاعل بهذا الطريقة الموصوفة أيها الإخوة تستخدم كمادة لتفاعل آخر يعني تستخدم كركيزة يقولون هو تصبح ركيزة لتفاعل أكبر وهذا التفاعل تفاعل قصة إلى أن فستقول لي ولكن هذه الإنزيمات كما وصفت أنت ضئيلة جداً 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 جديج ضئيلة شوف الشعر على ظهر يدك على فكرة من شعرة الرأس الشعر على ظهر اليد من أصغر البناء في أجسامنا التي يمكن أن تنال بالبصر المجرد إذا نرى هذه الشعرة قطر الشعرة قطر الشعرة قطر الشعرة في قطر الشعرة يمكن أن يصطف ثلاثة آلاف إنزيم ما هذا؟ هل تقول لي هذا هو الإنزيم الذي يعمل الشغل هذا كله هو هذا الإنزيم أتكلم الآن وبحثك لساني وبحثك أي شيء وبتعلم هو هذا الإنزيم بغير المستحيل كنت أتكلم ولا أي شيء ولا أشوف أكون تشوفني ولا نعمل شيء نصير كأن مثل هذا الخشب ثلاث آلاف في قطر شعرة واحدة من شعور يعني شعر من شعور ظهر اليد العلماء يقولون كل إنزيم بمثابة روبوت هو كأنه روبوت متكامل وعارف شغله وعارف كيف يؤديه المشكلة ليس السرعة سرعة مخيفة في الوقت نفسه ودقة أكثر أكثر إذهالا ولذلك تقول مثل هذه الروبوتات المجهرية على فكرة لا ترى بالمجهر الضوية إنسى لا ترى إلا بالمجهر الإلكترونية ضمن تقنيات معقدة شوية إذا علاقة بالأشعة السينية والإنكسارات يعرفها من درس العلوم بالمجهر الضوية إنسى 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 لا يمكن أن ترى أي إنزيم مستحيل في المجهر الإلكترونية وضمن تقنيات معقدة شوية طيب طيب مثل هذه الكائنات البسيطة وإن وزغط بأنها روبوتات ما ممكن تعمل لا 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 قال لك حين يجتمع منها بلايين وفعلا يجتمع منها بلايين مش ملايين بلايين يعني ملايير حين يجتمع منها ملايير وتقوم بأعمالها مجتمعة متضافرة في المسارات العيضية يحدث لدينا مثل ظاهرة خفق فراشة بجناحيها تحرك الجناح هذا نتيجة عمل وتفاعلات كيميائية وبلايين الإنزيمات بالطريقة شائهة التبسيط التي وصفت لكم عشان يتحرك الجناح مرة كوك ومرة تحت عشان أرمش بجفني هكذا أحرك جفني قصة نتيجة عمل لا يعلمه إلا الله لو أراد أن يكتب هذا العمل لا ربما استغرق مئات المجلدات فقط عشان نصف ما الذي يحدث خطوة خطوة وبدقة عشان يتحرك الرمش هكذا ترمش بعينك الجفن حتى يتحرك الجفن عشيب أكثر من هذا تعقيدا حين تنظر إلي لكي تراني وتراني قصة ثانية فكيف حركة اليد حركة الرجل حركة الفهد حركة الأسد كذا ما هذا ما هذا الذي يحدث لذلك رحمة الله على لبيد ابن ربيع العامري ولله في كل تحريكة وتسكينة أبدا شاهد لكن قطعا ولم يكن يطفر خياله ليعلم أن دلالة التحريك على الله بهذا العمق بهذا الإذهال الذي جاوز الخيال اللهم دلنا عليك وعرفنا إليك اللهم وفقنا ولا تخذلنا أقول قولي هذا وأستغفر الله علي ولكم فاستغفروا